نقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات نبدأ الساعة الأولى من الحر الليلة من التطورات في السودان حيث قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان إن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث واصفا قوات الدعم السريع بأنها متعطشة للسلطة في حين تعقد قوى الحرية وتغيير اجتماعات لها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مسعى لها لإيجاد حل للأزمة في السودان فما الذي حققته القوى السياسية السودانية ضمن مساعي حل للأزمة في البلاد ولماذا تغيب حتى الآن أي مساعي ناجحة لإيجاد حل للأزمة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية وهل يدل خطاب البرهان الأخير على انهيار أي أفق للحل في السودان حديث عن مؤامرة هي الأكبر في تاريخ السودان ووعد بالنصر القريب تصريحات جاءت في كلمة للرئيس مجلس السيادة السودانية عبدالفتاح البرهان بمناسبة عيد القوات المسلحة السودانية التاسع والستين البرهان لم يفوت الفرصة من دون أن يواجه تهامات لقوات الدعم السريع بالمسؤولية عن اندلاع القتال في البلاد بسبب ما وصفه بالتعطش للسلطة لم نكن يومها نتصور أن تمتد يد الغدر والخيانة من قيادة قوات الدعم السريع ويستبد بها الطمع والتعطش للسلطة للحد الذي فرض علينا حكومة وجيشا وشعبا هذه الحرب التي نخوضها مضطرين دفاعا عن أمن وكرامة الأمة السودانية بعد أن سلكنا كل السبل وقدمنا كل ما يمكن تقديمه لمنع وقوعها خطاب البرهان يأتي والسودان يقف على أعتاب الشهر الخامس من الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من إبريل بين الطرفين إثر خلافات حادة على قضايا أبرزها تفاصيل دمجي عناصر الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية عدا عن تفاصيل تتعلق بعملية الانتقال السياسي في البلاد بالتزامن تجتمع في العاصمة الإثيوبية أدس أبابا القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري أملا في تعزيز الجهود لوضع حد للحرب والتوصل لخريطة طريق يمكن جمع التوافق عليها بين الطرفين لوقف القتال حراك يأتي في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين في مدن العاصمة السودانية وأمدرمان تحديدا بينما تشهد مناطق واسعة من الخرطوم انقطاعات متواصلة في التيار الكهربائي عدا عن انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت غربا تشتعل اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ولسيما في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور ما أدى وفقا لمدنيين وهيئة محامي دارفور إلى سقوط قتلى وجرحة الأمر الذي أثار حالة من الفزع بين السكان وأتسبب في نزوح المئات عن منازلهم فرار من القتال وأصدت زيودي تحذيرات المنظمات الإغاثية بترد الأوضاع الإنسانية في مخيمات النزوح ودعوات بتقديم الدعم الإنساني العاجل للنازحين للحديث أكثر ينضم إلينا من أدس أبابا الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية أسامة سعيد ينضم إلينا أيضا من لندن المحلل السياسي السوداني عمار حمود أهلا بكم ضيفي الكريمان أبدأ هذا الحوار معك سيد أسامة سعيد وربما من كلمة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم وإلى أي مدى يمكن القول بناء على كل ما أتى بها بأنها أصبحت مؤشر واضح الآن لاستمرار الصراع في السودان شكرا جزيلا لغنات الحرة استمرار الصراع والنزاع في السودان ليس في مصلحة السودان وليس في مصلحة الشعب السوداني وليس في مصلحة القوى المتصارعة نفسها لأن الاستمرار للنجاح في السودان واستمرار الحرب في السودان يعني انتهاك سيادة السودان وإضعاف قدراته وبنياته الأساسية التحتية ومؤسسات الدولة والانهيار الكامل للدولة السودانية ولكن برأيك بناء على هذا الخطاب أنا أسألك سيد أسامة السعيد بأنها هل تعتبر ما جاء في خطاب البرهان اليوم بأنها مؤشر حقيقي ربما على استمرار الصراع بين الجانبين وخصوصا أنه تحدث بأن قوات الدعم السريع تتعطش للسلطة وبأن لديها أطمع في السلطة بصورة مباشرة نحن نقول بوضوح أن استمرار الصلاع ليس في مصلحة الأطرافين المتنازعين وليس في مصلحة الشعب السوداني الخيار الأفضل والصحيح هو وقف هذه الحرب وقف استمرار هذا القتال الذي لا طائل منه سواء تضرر المدنيين سواء انتهاك حياة المدنيين والآن الأوضاع في السودان الإنسانية يعني يعتصل يعني بلقت ذروتها من أنه نحن على مشارف مجاعة طاحنة حتى تصب الشعب السوداني وده كل جراء هذه الحرب استمرار الحرب ليس في مصلحة السودان وليس في مصلحة وحدة السودان نفسها تمزق السودان يأتي باستمرار الحرب بقضايا استراتيجية يجب النظر إليها ليست بمعيار من ينتصر ولكن بمعيار بقاء الدولة وبقاء مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار لذلك نحن كقوة مدنية ندفع باتجاه أن إيقاف هذه الحرب هذه المحطة الأولى وهي الخطوة الصحيحة لعادة بناء ما دمرته الحرب ولكن سيد أسامة أريد أن أستغل الوقت معك أكثر هناك فعلا مطالب حقيقية سواء من الشارع السوداني من الدول الإقليمية من الدول المختلفة المختلفة على وقف العمليات العسكرية هل يمكن فعلا أن تحقق قوى الحرية وتغيير أي تقدم ملموس فيما يخص هذا الإطار وخصوصا أننا نتحدث عن وجود مجموعة من المبادرات سواء إن كنا نتحدث من مبادرات إيقاد ووصولا إلى مفاوضات جدة وحتى الآن لم يتم التوصل إلى خريطة واضحة أو إلى أي حل من الممكن أن يفضي إلى نتائج نعم أنا أتفق مع هذا الرأي بنسبة لا بأس لها ولكن نحن نقول أن ممبر جدة يشكل أرضية ممتازة لإنطلاق الحوار نحو وقف إطلاق النار مبادرة الاتحاد الأفريقي في القضايا الستة التي طرحتها قضايا أيضا جيدة ولذلك نحن نقول بأن توحيد المبادرات مبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرة الإيقاد ومبادرة ممبر جدة توحيد هذه المبادرات بدأت اجتماعات له حضرتها التوريكا والإدارة الأمريكية ونحن الآن نسير في ذات الاتجاه على أثاث أن يكون هناك تلازم بين المسارين مسار للنقاشات القوى المدنية أول نبتذر هذه النقاشات بوحدة القوى المدنية وهذا ما نفعله الآن في أديس أبابا نحن في القوى الموقع على الاتفاق الإطاري نحن الآن في نقاشات جادة حول توسعة كل القوى الرافضة للحرب بتكون جبهة وطنية عريضة تشمل الجميع بأسس ومبادئ في مقدمتها إقياف الحرب وإنهاء الحرب والسير القدما نحو حلول سياسية وأن يكون هناك دور للقوى المدنية في هذه المفاوضات نحن نقول أن منهجية التفاوض وإخصارها على المتقاتلين ليست جيدة وليست توصلنا لحل نحن نقول بأن منهجية التفاوض يجب أن تتقير أن نناقش كل أسباب النزاع ونناقش أسباب الحرب الأسباب التي أدت إلى الحرب وهي قضايا متعلقة بقياب المشروع الوطني وهي قضايا تتعلق باختلالات كبيرة في الهامش وفي التنمية وفي قضايا أخرى وفي نظام الحكم نفسه وهذه النقاط سيد أسامة هذه النقاط التي تتحدث عنها هل تعتبر من الأولويات أم أنه ربما الدخول فيما يقص الجانب الإنساني إدخال المساعدات تأمين أوضاع النازحين وإعادة اللاجئين أيضا من المفترض أن تكون مطروحة في ضوء هذه التحركات التي تجرى حاليا من قبل القوى السياسية تحديدا قوى الحرية والتغيير نعم القضية الإنسانية هي القضية الأولى والقضية المحورية نحن أول ورقة سوف يتم النقاش حولها قدن هي قضية ورقة القضايا الإنسانية وقضية كيفية معالجة هذا الملف خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد وتمر به الناس الموجودين الآن في مناطق النزاع وفي تدمير مؤسسات الدولة وبنية الاقتصادية وفي شح المواد القزائية والإقاثية للناس لذلك نحن نقول بأن الجوانب الإنسانية هي جوانب أساسية ومهمة يجب أن ينتبه إليها المتقاتلين نفسهم يجب أن يقف القتال من أجل هؤلاء من أجل هؤلاء الجوعة لذلك نحن نقول بأن قضية الإنسانية قضية الملف الإنسانية يجب أن تدار أيضا بشفافية دعنا ننتقل إلى ضيفي وصلت مساعدات أيضا للسودان ولكن لم تصل إلى المحتاجين في مناطق النزاع دعنا ننتقل إلى ضيفي من لندن القياد في التجمع الاتحادي والناطق باسم قوى الحرية والتغيير السيد دعمار حمودة أهلا بك معنا بالتزامن مع خطاب البرهان نتحدث أيضا عن اجتماع لقوى الحرية في التغيير في العاصمة الإثيوبية لبحث سبول وقف الحرب في السودان هل من تصور واضح لدى قوى الحرية والتغيير فيما يخص هذا الإطار وفيما يخص التوجه نحو إنهاء هذه الحرب مرحب بك وبضيوفك أهلا بك والمشاهدين فعلا أنا لست محل سياسي وإنما سياسي أهلا بك معنا شكرا جزيلا البداية نترحم على شهدائنا على كل من سقط في هذه الحرب هذه حرب يخوضها سودانيون ضد سودانيون في واحدة من مآسي السودان الحديث من حروبه التي نتمنى أن لا تكون أو لا تنزلق إلى حرب أهلية اليوم أيضا يصادف عيد قوات الشعب المسلحة نتمنى أن نرى فيه عودة لمسمى قوات الشعب المسلحة لتكون هي فعلا القوات القومية المهنية الموحدة ذات المهام المحددة والعقيدة القتالية التي تتبع للشعب والذي يرتضي ما يذهب إليه الشعب من اختياره للحكم المدني وإصغاطه للديكتاتوريات هذه مهمة أما مسألة التصور الواضح لإنهاء الحرب أو للخطة السياسية لما بعد الحرب نحن الآن في اجتماع أديس أبابا هو بالمناسبة ليس فقط للحرية والتغيير الحرية والتغيير جزء منه ولكن هو لكل القوى المدنية التي وقعت على الاتفاق الإطاري الاتفاق الإطاري أيضا فيه جانب توقيع جانب عسكري ولكن هذه القوى المجتمعة الآن هي التي تمثل الجانب المدني عليه بعد اندلاع الحرب لا بد من إدخال كثير جدا من التعديلات والمطلوبات والتبديل في مسألة الأولويات فيما كان من خطة سابقة كانت عبر عديد من الورش أقامها الاتفاق الإطاري أو الجانب المدني عليه فإن النظر في ما استجد من مترتبات سياسية هو شيء أساسي في هذه الاجتماعات أهم بندين بند المعونات الإنسانية والجانب الإنساني وهذا يتشعب وكثير يعاني كثير من السودانيون من آثار هذه الحرب بالإضافة إلى المسألة الأساسية التي تفتح ما بعدها للإجراءات السياسية وهي مسألة وقف إطلاق النار إذا لم تقف أصوات البنادق والمدافع فليس هناك معنى لحديث عن إيصال وهذه النقطة مهمة سيد عمار حمودة كما ذكرت قبل قليل هناك ورقتان مهمتان هما ربما المحور الأساسي من خلف اجتماعات والحرية والتغيير والمكونات السياسية والمدنية تتلخص في القضية الإنسانية من جانب وكيفية بناء الجبهة المدنية الموسعة لكن بالمقابل كيف يمكن التعاطي مع الطرف الآخر كيف يمكن التعاطي مع الجيش وقوات الدعم السريع كيف يمكن أن يكون هناك ضمانات من قبلكم لإجبار كل من الطرفين على وقف العمليات القتالية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية خطوة أولى على أقل تقدير سيد عمار لنكون واضحين في هذا الأمر القوى السياسية هي قوى تعمل بأدوات مدنية سلمية ليس من بينها القوى العسكرية والإرغام العسكري ولذلك يأتي الضغط عن طريق الجانب السياسي عن طريق الجانب الدبلوماسي عن طريق أن يظهر أن هذا الشعب السوداني ضاغ ذرعا بهذه الحرب وفي غالبه يتوق إلى أن يرى سودان مستقير وسودان بجيش واحد موحد وسير في اتجاه الحكم المدني بعد هذه الثورة العظيمة ثورة ديسمبر عليه فإن الأدوات السياسية التي يستعملها من هم سياسيون وليسوا عسكريون هي أدوات سياسية إنما الذي بيده عسكريا الحديث عن إيقاف الحرب هم طبعا جنرالات الحرب هذه مسألة أعجب أن نكون فيها واضحة لكن المواضيع مرتبطة ببعضها البعض سيد عمار اعذرني على هذه المقاطع عندما نتحدث ربما عن إيصال مساعدات إنسانية كيف سيتم إيصالها وخصوصا إن كانت هذه المساعدات من المفترض أن تصل إلى المناطق التي تشهد اشتباكات وتشهد إطلاق للنار ولا يوجد ربما أي تجاوب من قبل أي طرف من الأطراف في هذه النقطة صحيح حديثك إنما الحديث عن المساعدات الإنسانية ربما لا يأتي الآن في رأس اهتمامات المتقاتلين هذه مسألة سيئة جدا ولكنه بالضرورة هو مسألة رقم واحد بالنسبة لمن هم متضررون مباشرة الذين تنقص أغزيتهم ليس هم المتقاتلين وإنما الشعب السوداني الذي يقضى عليه في هذه الحرب سيد عمار هناك نقطة أود أن أسألك عنها بالنسبة لكم أنتم في قوى الحرية والتغيير ما هي الأولويات؟ نتحدث ربما عن تكوين جبهة موحدة لتوضيح أن هذه الحرب مرفوضة وهناك وقوف في وجهها أم أن الواقع الإنساني وأوضاع المدنيين هي الأولوية بالنسبة إليكم؟ الأولوية الطبيعية كمدخل حتى لتوزيع المسائل الإنسانية هي وقف إطلاق النار ولذلك وقف إطلاق النار كدرجة أولى من درجات وقف الحرب هذه هي المهمة رقم واحد تأتي بعدها مباشرة الجند الإنساني الواجب لحماية الشعب السوداني لإصال المساعدات لتمكينه من أن تكون هناك معينات حياة ونوع من العمل وعودة ولو جزئية لطبيعة الحياة في المناطق التي ليست فيها حروبات نحن بكل أسف نرى أن هناك تمدد لمساحات الحرب إلى مدن ومناطق جديدة في السودان ومحاولة من جهات عدة لإدخال البلاد في حرب جهوية أو حرب قبلية وعلى أساس قبلي مما ينظر بالإنزلاق نحو حرب أهلية شاملة هذه ليست في مصلحة السودانيين أعتقد أن الكثير من جبهة الذين يقولون لا للحرب وأن نبحث عن سبل أخرى لمعالجة اختلافاتنا السياسية لمعالجة رؤانا للوصول إلى جهة مهن الموحد ويعادة صياءات كل هذه الأمور يجب أن تكون عبر بداية وقفة لاغ النار مسار سياسي أمور إنسانية ثم الحل الشامل نعم من لندن القيادي في التجمع الاتحادي والناطق باسم قوى الحرية وتغيير عمار حمودة شكرا جزيلا لك أشكر ضيفي أيضا من أدس أبابا الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية أوسام سعيد